عقب دعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي نظيره الفرنسي مانويل ماكران ولدى وصوله للعاصمة الفرنسية باريس استقبل رئيس الجمهورية سيد سماعي العمار غيلي من قبل سيدة أوليفيا غريغوار وزيرة الدولة لاقتصاد الحكومة الفرنسية والسفير الجيبوتي في فرنسا سيد عايد مسعد إحيا والسفير الفرنسي بالجيبوتي سيد أرنو إلى جانب الديبلوماسيين من دول الافريقية والعربية وتندرج هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى فرنسا في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا ولدى وصول الرئيس الجمهوري سيد سماعي العمر جيل إلى العاصمة الفرنسية باريس استقبل من قبل وزيرة الدولة لاقتصاد الحكومة الفرنسية والسفير الجيبوتي في فرنسا والسفير الفرنسي بجيبوتي لغانب ديبلوماسيين من الدول الإفريقية والعربية تندرج هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي تستغرق 72 ساعة تندرج في إطار تعزيز علاقات الصدقة والتعاون بين البلدين والشعبين حيث ذاته عقب دعوة تلقاها رئيس الجيبوتي من نظره الفرنسي مانويل مكرون وسيعقد رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا مع نظره الفرنسي مانويل مكرون خلال هذه الزيارة الرسمية وسيشارك هذا الاجتماع وفد جيبوتي رفيع المستوى من بينهم وزير الخارجية والتعاون الدولي النطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف ورئيس الوزراء السابق رئيس مجموعة الصداقة بين جيبوتي وفرنسا السيد ديليتا محمد ديليتا وسفير جمهورية الجيبوتي لدى فرنسا هذا وكان في استقبال رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الجيبوتي السابق السيد ديليتا محمد ديليتا رئيس مجموعة الصداقة الجيبوتي الفرنسية ورئيس سلطة المواني والمناطق الحرة السيد بكر عمر حدي ومثل غرفة التجارة الجيبوتي السيد لا إبراهيم ووفدها من ممثلية القطاع الخاص ضم سيد حسين كماج وسيد حسين محمد وسيد الديل وعاس ومدير كهرباء الجيبوتي السيد جامع علي إيغالي وممثل الجالية الجيبوتي في فرنسا بالإضافة إلى العديد من الجيبوتيين القائمين في فرنسا وتندرج هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى فرنسا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين ومن المقرر أن يعقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع نظره الفرنسي مانويل ماكهون خلال هذه الزيارة وسيشارك هذا الاجتماع وفر جيبوتي رفيع المستوى الذي كان برفقة رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة من بينهم وزير الخارجية وستكون اللحظة المهمة للزيارة الرسمية لرئيس جيلي يعقد القمة التي ستعقد غدا الجمعة حيث من المرتقب أن تناقش القمة مواضع مهمة لتعزيز التعاون بين جيبوتي وفرنسا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هذا ومن المقرر أن يترأس رئيس الجمهورية سيسماعي العمر جيلي خلال تواجده في فرنسا اجتماعا هاما مع مسؤولية الشركات الفرنسية كما سيتم التوقيع على اتفاقية بين ممتلية القطاع الخاص كقطاع الفندقة بين مجموعة كامان الجيبوتي ومجموعة الفندقة الفرنسية وبين شركة الكهرباء الجيبوتي ومجموعة أنجي الفرنسية ذلك بحضور ممتلين من القطاع الخاص الجيبوتي وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون التي تشمل عدة مجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعقب الاستقبال الحار توجه موكب رئيس الجمهوري للمقر الذي سيقيم فيه خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام نانسي قنقر استقبل دولة رئيس الوزراء رئيس الحكومة بالإنابة السيد عبد القادر كامل محمد صباح اليوم في مكتبه الممثل الإقليمي لشرق إفريقيا ومثل لدى الاتحاد الإفريقي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة عدة محاور تتعلق على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وآلية البهود السياسية لحماية هذه الحقوق وصلت رئيس الوزراء الضو على التقدم الذي أحرزته جيبوتي في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها والدور الأحاسم والجهود المبدولة في طار المراقبة وضمان حقوق الإنسان في جيبوتي احفظنا معسكر شيخ عثمان اليوم الخميس اجتماع عملا وتشاوريها ما حول الأمن وذلك برئاسة كل من وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد حسن عمر محمد برهان ووزير الداخلية السيد مؤمن أحمد الشيخ وقد شهد هذا الاجتماع مشاركة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق زكر الشيخ إبراهيم ورئيس أركان الدفاع العميد طاهر علي محمد ورئيس أركان الدرك الوطني والمدير العام للشرطة الوطنية وكبار الضباط الأركان العامة للقوات المسلحة والهدف من الاجتماع ومناقشة السبل والرسال الكفيلة بغيت تعزيز أمن البلاد وفي شبه المنطقة حيث في سنوات الأخيرة شهدت منطقة القرن الإفريقي أوضع غير مستقرة وأن جبوتي تتمتع بأمن واستقرار مستمر في منطقة متطربة ما دفع المجتمعون إلى ضرورة التنسيق بين قواتنا لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة والتغلب عليها استقبل وزير الداخلية سيد مؤمن أحمد شاخ الممثل الإقليمي لشرق إفريقيا الممثل لدى الاتحاد الإفريقي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك في إطار زيارة ودية وأشكل هذا لقى فرصة لمناقشة عدة مواضيع تتعلق حول تعزيز حماية حقوق الإنسان وألية الجهود المتعلقة بحقوق الأشخاص هذا وأنوه وزير الداخلية على أن جمهورية جبوتي تراقب باستمرار جميع المبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان وحفاظها على مستوى التراب الوطني احتضن فندق شارتان ورشة عمل حول عرض الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشمول المالي لأعوام الخمسة القادمة 2021 حتى 2026 وشكل هذا اللقاء فرصة من أجل التطرق حول إمكانية جبوتي لضمان الوصول العادل إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية التي تشمل المعاملات والمدفوعات والمدخرات والتمويل والتأمين من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي والاكتماعي والهدف الرئيسي من هذه الورشة هو تمكين المواطنين لتعزيز فكرة الوصول العادل للمواطنين الأكتر ضعفا إلى الخدمات المالية المبتكرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في تغيير مستوى ظروفهم المعيشية وتستند هذه الخطوة لرؤية 2035 ولديها ثلاثة ركائد استراتيجية شمول المالي والاتصال والمؤسسة ويعد محفزا هاما للنمو الاقتصادي وموجها رئيسيا للتنمية نظرا لما يوفره من فرص للطبقات الاجتماعية الهشة والأكتر هشاشة مما قعله يحتل مكانة هامة في السياسات التنموية الرامية إلى تسريع النمو ومكافحة الفقر والحد من التعزيز الاختصاد الوطني ونظمة هذه الورشة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية بشراكة مع منظمة الامتحدة برنامج الامتحدة الإنمائية حيث جمع تركيهات الفعالة الرئيسية للمؤسسات المعنية وخبر محليين ودوليين فيما يتعلق بالشمول الخدمات المالية هذا وإذن عبرت ممتلة برنامج المتحدة الإنمائية السيدة فاطمة فاروق الشيخة عن سعادتها للمشاركة في أشغال الورشة والعمل إلى جانب البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الخاص والبنوك التجارية بهدف وضع استراتيجية واضحة للأفراد والشركات والوصول إلى المنتجات المالية المناسبة وبأسعار معقول وفي الوقت المناسب وقالت تشمل هذه المنتجات والخدمات المنتجات المصرفية والقروض وحقوق الملكية وتأمين بهدف تطوير الاستراتيجية التي نشيد أعمالها اليوم ونشهد أعمالها اليوم حيث أجرينا في هذا الإطار عملية تشاورية مع مجمل الجهات المعانية والمجتمع المدني من أجل ضمان متطلبات الزبائن فيما يتعلق بالخدمات المالية المرتقبة واصلت بالقول بفضل غرفة التجارة الجيبوتية أجرينا أكثر من 11 لقاءات ومناقشات شملت القطاع الخاص والشركات الناشية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وللنساء في القطاع غير الرسمي إذن نعزي المشاهدين حان الآن موعد أدان صلاة المغرب بحسب التوقيت لمدينة الجيبوتية والضواحها الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ أعطب الله إن الشمول المالي الذي نتناقش حوله اليوم هو بالفعل في القلب الاهتمامات سلطات العامة على المستوى العالم والدول النامية على قرار الجيوت بشكل خاص إن هذه الورشة التي نلتقي فيها والتي تضم ممثلين لمختلف المؤسسات والهيئات ذات العلاقة تسمح لنا مناقشة سبل التنويع الاقتصاد الوطني وتوزيع النطاق الشمول المالي لسكان في جيبوتي على المستوى سلطات العامة والقضاع الخاصة والشركات التنمية إدافة إلى المجتمع المدني كما تعلمون فإن ولوج إلى خدمات بانتية أو مصرفية يسهم بالفعل خفض المعدل البطالة والفقر ودفع التنمية الشاملة غير المالية خصوصا الشركات السقيرة والمتواصلة كذلك فين الوصول إلى خدمات مالية يعد حقا لكل مواضي وفقا لأهداف التنمية كما سبق وأن أشارت إليه سيدة فاضمة شيخة ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية والتي تتركز على متافعة الفقر وتحسين المستوى الصحي والتعليمي وقيلها كالشمول المالي إن سلطات الوطنية قامت منذ عام 2009 بجهود موطنية للتوسيع النطاق الشمول المالي وفي كلمة له بهذه المناسبة رحب وزير الاقتصاد والمالية بالمشاركين في الورشة التي نظمها البنك المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأشار سيد الياسى موسى دوالي إلى أن الشمول المالي يحظى باهتمام عالمي كبير ولا سيما لدى هيئات دولية رائدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة العشرين والبنك الدولي L'analyse du système financier djiboutien révèle que des actions restent à être menées إن تحليل النظام المالي لجيبوتي يتشفو أن القالبي يتمنى الجيبوتيين قيرا مرتبطين بالخدمات المالية وأن نحو ثلاثين بالمئة من إجمالي سكان هم مستفيدون من تلك الخدمات الذين تتوفر لديهم حسابات بانكية وبتالي فإن نسبة لا تقل عن سبعين بالمئة من سكان لا يحصلون على تلك الخدمات ونراحد عدم وجود توازن بين تلك النسبة الطعيفة والتقدم الملحوط الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة ويعزي ذلك عدم حصول الأصحاب الشركات السقيرة والمتوسدة على قروض مالية اللامرغزية ومن هذه المنضلقة فإن العقلية التي تحول دون الوصول إلى الشمول المالي عديدة من بينها ضعف معذل الإذخار وعدم الاتفاء البنيات التحتية المالية الملائمة لخدمات المالية وأن الشمول المالي يساعد الأفراد والجماعات والشركات إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار مناسبة مما يلبي احتياجاتهم وفي هذا الإطار يعد الشمول المالي من أهم العوامل المساهمة في حد من الفقر استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونيس علي قيدي يوم أمس الأربعة في مكتبه بالمجامع الوزاري نظيره يالكينيا سيد كاتري وتبحث الجانبين خلال اللقاء حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفي هذا اللقاء أشهد وزير الطاقة بالعلاقات الثنائية المتميزة والشراكة القائمة بين البلدين موضحا أن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة تعتبر أمرا بالغا بالغا حيوية بالنسبة للتنمية في جيبوتي وبالتالي تشكل أولوية في السياسة الاقتصادية للحكومة وبدوره يطلع وزير الطاقة الكيني وزير الطاقة المكلب الموارد الطبيعي الجيبوتي خلال اللقاء على الخبرات والمهارات التي تمتلكها دولة كينيا في المجالات المرتبطة بالطاقة مشيرا إلى أن لدى بلاده خبرة طويلة وتكنولوجيا ترف بها عالميا في إنتاج الطاقة المتجددة هذا وقام الوفد الكيني بزيارة مختلف مرافق المواني واستمع إلى الإضاحات حول مهم المرافق المواني التي تمت زيارتها وذلك من قبل ما التي قدمت من قبل مسؤولية الميناء وتأتي زيارة الوفد الكيني للجيبوتي في طار تعزيزة وصار الصداقة بين البلدين والصديقين جيبوتي وكينيا ومن المقرر أن يرعى الوزيران في فندو كيمبيسكي مراسم توقيع اتفاقية عقد بين مكتب جيبوتي لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية وشركة توليد الكهرباء الكينية نظمت وزارة المرأة والأسرة اليوم الخميس في معهد الدراسات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي الفيديو كونفيرانس أشغال المؤتمر للجنة المرأة العربية بجيبوتي وذلك في دوراته الأربعين وينظم المؤتمر الدولي للمرأة العربية كل عام من قبل الوزارات المعانية يتطرق خلاله حول وضع المرأة يتطرق حول وضع المرأة في الدول العظام بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ولأول مرة تم تعيين بلادنا لرئاسة هذه اللقنة خلال عام 2021 وشارك في أشغال المؤتمر عبر الاتصال المرأة وزيرة المرأة والأسرة سيدة مؤمنة حمد حسن كممثلة للقنة بحضور أيضا مدير دائرة العالم العربي لدى وزارة الشؤون الخارقية ويهدف هذا المؤتمر الإقليمي لمناقشة التقدم المحرز والمجالات الأولوية والحقبات التي تواجهها الدول العظام في القضايا المتعلقة بتحسين أوضاع المرأة في الدول العربية وفي ختام القمة في دورتها الأربعين تم إعلان مدينة جيبوتي عاصمة للمرأة العربية خلال عام 2021 و2022 كما تمكنت اللقنة من اختيار مكان وموعد عقادة دورة الحادية والأربعين هذا وفي ختام هذا المؤتمر تم إختيار جمهورية جيبوتي عاصمة للمرأة العربية في عام 2021 وقد القد توزيرة المرأة والأسرة سيدة مؤمنة حمد حسن خطابا في الحفلة عبرت فيه عن الشكر والتقدير للجامعة العربية على الجهود التي بدلتها للنهوض بوضع المرأة العربية أصحاب معالي الوزراء سيدتي وساداتي في الختام الدورة الأربعين للنجد المرأة العربية أن أعبر على الرداية لما توصلنا عليها من قرارات إيجابية أتقدم بالشكر الجزيد لكل المشاركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الموضوع الدولي قام الرئيس الجديد لمجموعة العمل لإنتاج لقاحات ضد كوفيد-19 المفوضة الأوروبية المكلف عن سوق الداخلية سيد تيري بيترون قام بزيارة الموقع البلجيكي الذي يعد أحد الموردين الرئيسيين لشركة لدول عملاقة استرازينكا وقال تيري بيترون لم يحدث أبدا في تاريخ الأوروبي واعتقد أنه يمكن القول في تاريخ البشرية أن الانتاج الصناعي للقاحات بدأ بهذه السرعة وتم تفعيله بسرعة جدا وبالتالي فإن الصعوبات ممكنة وتابعا من الواقع تحقيق أهداف التطعيم التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بالنسبة للمسؤول الفرنسي يمكن الاتحاد الأوروبي تحقيق أهدافه ولكن بشرطا يعمل العالم العلمي والجهات الفعالة العامة والشركات جنبا إلى جنب سيكون هذا هو مفتاح النجاح لمنتج تم تطويره في غدون عشر شهر مقارنة بأعدة سنوات في اللوقات العادية إذن أعزائي المشاهدين بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة